إن الأهل يلعب نهائي أفريقي أتمنى أن الأستاذ يكون يعني مليان على آخر يعني لأن الجمهور الأهلي أو جمهور الزمالك الجمهور اللي هو له باع طويل في التشجيع ولو تاريخ ما عنده دايماً له تأثير كبير لأن ده جمهور مش مصنوع ده جمهور حقيقي الجماهير اللي هي مش مستجرة دايماً غير الجمهور الأصيرة فجمهور الأهلي جمهور أصيل وعريض وكبير أتمنى أن يومنا الأستاذ بس أنا حلمت النهاردة على الهوى قلت أنا بأحلم بحاجة نفسي نفسي لقيها وتبقى بداية بالإطلاق مخالف تلقم نفسي في المدرجات ألاقي اللون الأبيض موجود مع اللون الأحمر ألاقي اللون الأخضر موجود مع اللون الأحمر ألاقي ده اللي نفسي فيه صعب ليه أنا ضد المدعاتك كرة القدم مبنية على المنافسة يعني النهاردة يعني أنا أقول لك ألا حاجة الأهلي بلعب السفاقسي في النهائي بقول أبو تريكا هل أنت مفكر الأفريقية التونسي كان بيشجع السفاقسي كان بيشجع نهاردة يعني ليه لأن المنافسة كده أنا أنت لو كسبت أكتر هتاخد بونط أكتر في بلدك وهتبقى نسبة الرواد أو مشجعينك هيزيده أكتر فالمنافسة كده أنا أحب أن ألا أكسب مش أنت أساس المنافسة كده فأنا ما فكرة إيه الله بيض أقول لها أفكار ها بتبقى إيه أفكار طيبة من نب لإنسان طيب إنما المنافسة مبهاش الزمالك يشجع الأهلي ضد المنافسة خلي المنافسة داخلي ولا لأ ما الخارجية نبقى هو نعضى نعضى هو الأهلي والزمالك الأزمة الكبيرة على نادي القرن مش بسبب مطلط عدد مطلط خيب أنا كل ما أنت تاخد بطوله أكتر كل ما يبقى يعني هتاخد ترتيب أكتر ترتيب العالمي والأفريقي أنا بس يهمني أن كل نادي يشجع ما يخرجش عن إطار الإسعائي يشجعه زي ما أنتوا عايزين شجع في إيه تكفر كل ما الجمهور هيبقى دمه لحمه في الأستاذ تاني هنخف معبة السوشيال يعني قطيع السوشيال اللي هو طول الوقت عمالي يعني قاعد في البيت عمالي يقول أي حاجة ده كل ده هيتقل عشان جدا أنا الجمهور لأن الجمهور بياخد حكمه ورأيه بالحال سقف أو غضب وخلصنا كل ما الجمهور بيبعت عن المدرجات بيتوحش حالة السوشيال ميديا جميلة جميلة وتوحش السوشيال ميديا خطر داهن على المسؤولين بشكل عام لأن السوشيال ميديا في الخمسين أخارة بدأت استأجر بدأت صفحات خلوهم يتنفسوا في مكانهم الطبيعي بالضبط كده و بعدين التنفس المكان الطبيعي اللي هو بلستان نفس طبيعي نفس حي جميل نفس دمه لحم نفس جميل فأنا اللي هو بيشجع في قلبه وما بيغضب بيغضب بقلبه ولحظته بتخلص إذا ما السوشيال ميديا هو قاعد يدوس كبر يدوس على الزرار يقول أي حاجة في أي كلام واحتقان واحتقان غير عادي وبعدين السوشيال ميقول لك الفترة الأخيرة دي لما بدأ يستأجر صفحات مع أو ضد فبقت المشكلة كبيرة فأنا بحب الجمهور يعني من الأسرار المهمة جدا بالنسبة لي لعودة الجمهور الكورة بالذات الجمهور العريضة الشابيخة تحت لأنديها الشعبية العريضة للمدرجات إن مش هلا يبقى طول وقت الهارس والعجن والبتاعة السوشيال ميديا أنا أتمنى إن مرشي الوداد الأهل يروح بكامل ساعة هيئته البلستاد ونشوف الأهل يوهو يعني التشجيع بتاعه الجديد بتاعه عجال يعني كل جيل كل جيل ميجال آه جمان غير دلوقتي آه لا الأول كذلك آه جمان وطلوقتي حاجة ومشان نرجع الزمن يعني عجل يزاره بالدرج وفيش حد يبقى ضد كل جيلة ثقافته وليه أفكاره طبعا هو هتحارب المستقبل أو تفكر أنك تقدر تكسر المستقبل المستقبل جاي جاي عشان كده جمهور الأهل نفسه تمتع به في مرشي الوداد وهو حمحفظ جدا لتين وأجمل خبر إيه الشعار الجميل دلوقتي اللي تستمت بيه من الجمهور في الوقت الحاضر أنا هقول لك الأول على حاجة كده سريعة إن أجمل خبر سمعته إن الشناوة يعني راجع مرة تانية جاهز وده أكدهوني واحد صديقي دكتور صلاح أشوف يعني دكتور المنتخب الأولومبي قال لي قال لي معلومة كده جميلة جدا قال لي الشناوة هو معانا في توكيو مع المنتخب الأولومبي كان مصاب إرادته إرادة شناوة عنده إرادة خوية جدا والثقة والثبات والإسرار هو اللي رجعه ونصدته الليه بمشي البرازيل فبقوله قد كده الإرادة والثبات والرغبة في الشفاء للمريض عزيز